السلام عليكم. احنا يا جماعة هنتكلم دلوقتي على كيس بريزنتيشن سريع كده بالنسبة لموضوع الماجمد وبي جي اي لكيبنا عليه من شوية. مش هتحاول نصفصة الامور نخلي الامور سيمبل كده وسهلة ووضحة عشان نطلع بتيك هوم ميسج واضحة الناس تقدر تستفيد ايه منها. هنبتدي اول كيس ده ميل بيشن سكسي فور يرز اولد عنده امبورد رينر فونكشن. كرياب بتاعه كان سبعة بس مش بيغسل ان الموتاسيوم كان كويس. وكان عمل من سنة وبعد كده حصل له انفكشن. الدكتور اللي عمله العملية مفهول ان هو قال له داخل شل المفصل من حوالي ست شهور وهو دلوقتي الوند بتاعه الساوند مقفول ودايم في السرير. احنا ممكن نحرك الصورة شوية شعب فيه كلام تحت مش باين. لا هو البروشيكتور نفسه. فهو دلوقتي حاليا الوند بتاعه سيلد وما فيش اي دي ستشورج. ودي صور البري اوبراطيب دي صور اللي هو جالك بيها دلوقتي العياد. ايه غريب في الصور دي ممكن نفكر فيه. خد يقدر يقول. بالضبط. يعني انتم شايفين هنا هو الدكتور اللي هو عماله العملية لما جيش له المفصل سيب ده سيب السمنت جوه الفيمر زي ما هو. تمام. وحاليا الوند ده ساوند ما فيه جيش تشورج ودنيا كويسة. هل تدخل تعمل ريفيش على العين ده. تمام تفكر تعمل ايه. تمام. يعني بتفكر نحن نعمل ايه توستيج ريفيش. يبقى هاو تو مانيج. احنا نفكر ان بتاعنا هيبقى توستيج ريفيشن. كميس? طب ايه اللي انت عاوز تطلبه قبل ما تبتدي تروح تاخد لعندي العمليات. هل في حاجة هتعمل قبل ما يروح العمليات ولا تاخده من ايده كده توديه على طول. تمام اللي هو? تمام. ليه اصباريشن? ايه اهمية اصباريشن? اعليه صوتك بس شوية. تمام. طب بص احنا ببساطة كده احنا المفروض العين ده احنا عاوزين لدياجنوز الاول نكون فورم قبل ما ندخل العين ده احنا هنعمل له ايه. كويس. فحة طلبنا له اسر طلع تمانين مية خمسة وعشرين. سي ار بي تمانية واربعين هو النورمال بتاعه ستة. وبعد كده هنقصباريشن العين ده. ليه هنقصباريشن ان عين ده سيلد. مافيش اي ليك وانت معكش اي دوكومنت اللي هو عملها قبل كده في الاول. انت هتطعفش نوع الارجينيزم وايه نوع الانتيبوتيك اللي انت هتستخدمه. فبيقى مهم جدا بالنسبة ليك انت تعمل عشان تتحدد نوع الارجينيزم. تمام? عملنا تلعه وده بتاعه. تمام? دلوقتي هنبقى احنا اختارنا تمام كده? فاحنا هندخل الاولانية. الاولانية بتاع عبارة عن ايه? هتشيل السمنت ازاي? في طريقين انت تشيل الاسمنت بيه. ماشي او? نعم. بير ماشي بير بما معناه. عموما يعني سواء بير او غيره. اما انت هتعمل حاجة اسمها اندروموفل يعني انت تشيل الاسمنت من غير ما تستيطوميز او ان انت عاوز تستيطوميز الاسمنت عشان تشيل الاسمنت تمام? فدلوقتي العيان ده. ده البوست اوبراتيف بيكتش بتاعته. الاسمنت انت تشوفتوه تشيل اندروموفل خلاص بقى عملاش استيطوميز. محتاجنش اننا حنا نعمل فاجنر استيطوميز. وبعد كده عملنا كمبليت ديبرايمنت. المووفل في اللي فيكتشوز. ولمووفل في سمنت. وعملنا اللي هو البروستالاكي. اختصارا بروستالاكي. ده عبارة عن توتال هب. تمام? محطوط كسبيسر. يعني ايه كمحطوط كسبيسر. يعني ده كب. سمنت ده عادي خاص هتو شايفينه. بس هو الفرق انه سنفت. يعني ايه كلمة سنفت? يعني الهيت بتدخل فيه. بتمسك كويس جدا مش بتخلع بسهولة زي القابل عادي. مختلف شوية عن الكوستيند لاينر. مش نفس الحاجة هذه. تمام? ودي ستم. بتختار دائما الستم. يبقى رايح ناحية الاكستر ديزاين اكتر. عشان يبقى ستم رفاية. تقدر انت تخط اسمانت كتير حواليه. على قد ما تقدر. بحيث ان انت تدي اكبر كمية ممكنة من الاسمان. ويبقى البروستيس بتاعتك كلها كفرد بالسمنت. عشان يقلود الانتيبيوتيك وتزاود السيرفيس بتاع الانتيبيوتيكس. تمام? وفي نفس الوقت العيان ده بيبقى تسمح له ان هو في الانترميديا بيريوتي يقدر ان هو يبير. يعني عيان ده هيبتدي ايه? يقدر يتحرك. فدي الصورة الاولانية بعد ما عمل الفريس تستيج. تبدو عمل الفريس تستيج. هني اعمل اي بقى? في القابل ايه? لا. عاوزين واحد يقول لنا الحاجة عشان ما نتلقبطش. ها دي رفع ايده ويقول. تصدى دكتور. تمام. هايبشي عن انتيبيوتيك ازاي? احنا كنا نتكلمنا عن موضوع ده من شوية. خليه مع الدكتور بس طبع ما هو خلاص هو آآ اللي هيكلة. تمام بص احنا ما تفايناش على كده قوي. يعني احنا الطريقة كانت مختلفة شوية. اول حاجة العيان ده ما تعمل هو تعمل من كزا سنة. فكان بتاعنا او طريقة تستدام الانتيبيوتيكس مختلفة شوية اللي قلتها من شوية. طريقة احنا قلتها من شوية دي كونسلسس جديد طلع في يعني في 2013-2019 فالدنيا كانت مختلفة سنة. ساعتها احنا كنا بالعيان ده خدنا كارتشور. طلع ستاف. زي ما هو في البري اوبراتيف كارتشور. خد انتيبيوتيكس لمدة شهر ونص. احنا اتفقنا ان فيه شهرين هيبقى اي في. واربع فيه ااسف اسبعين اي في. وفيه اربع اسابيع هيبقى اورل. تمام. في نهاية الشهر ونص دول كنا بنقفل الانتيبيوتيكس خالص. وبعد كده نعيد الاسار و سي ار بي فيطلعوا نورمل او وزن نورمال رينج. فتوقف الانتيبيوتيكس منذ الشهر ونص داني وبعد كده تعيد الاسار و سي ار بي تاني. فكان بيبقى فيه حاجة اسمها دراج هوليدي او فترة الاف الانتيبيوتيكس دي. بس ديها ريس انتلي لا. المفوض الكلام ده ما يتعملش. تمام؟ ده بختلاف اللي اللي تعمل في العيان دا. فبريبيت الاسار و سي ار بي. فهدت ما احنا اتفاعل ما فيه رجله داي. انت ده بقية هتدي الانتيبيوتيكس اسبوعين اي في اربع اسابية او ريس انت ممكن تطول فترة الانتيبيوتيكس يعني انت لو عاوز تطول فترة الانتيبيوتيكس بطرة اطول حتى عن الاربع اسابيع طولها بس ما تدبيش فترة راحة ماشي. ده بقية الاندي هنختار له اي ريفيجن. انتم شوفت سور بتاعته تاني لو عاوزين. سورة البري. هنعمل له اي ريفيجن. هم دي لوم قستم ليه. هم. طبما انت شوفت الحتة اللي فيها سي من تهي. ملا. ملا. هيتها اللي فيها سي. ايه? ايه? افضل. هم. طب وليه لو ده يبقى ويبقى ويبقى صعب عليك جدا تشيله وتلوس مربون. لا براحة هو المفصل ده محطوه تلوس في الاول ايام ما كانت ايه سيرو سيرو بيه مش كويسين. في فالمفصل ده انت ده انتوا شايف وراء الكاب هنا في الحتة دي شايف كل اللي حواليه ده. كاب ده انجور ما بتخبط عليه كده بيخرج. يعني مش 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 كبس. لا 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 بالراحة جمالات وتلخبطوا. بالراحة بس لحظة واحدة لحظة واحدة لحظة واحدة لحظة واحدة. الايام كان جاي في الاول مفيش حاجة خالص. اللي هو الصورة الاولية اللي حطناها بالاسمنت. ده بعد اللي قلنا اللي هو بيحط مختلف شوية عن شكل بتعجيز تم اللي يمكن معظم الناس تبع عرفاه اللي هو شكل الاسمنت لجواء رود او الاسمنت الوحدة. كويس. احنا قلنا نستخدم توتا الهيب بيتحط لوس تماما. عشان يشتغل في الانترميديا بريوت. ده بممطقة البساطة كده. فالاستام ده كله بيه الكاب بكل حاجة محطوه تلوس تماما بتشالف خلال ما فيه شيئا. لا هو الفكرة ده عيني يقدر يقوم يحمل وهي بتاع بتاع اقل من الجيز تم. وهي بتاع 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 اقل من الجيز تم لما بتحرك على الاستاملا بيأكل الاستامل لو انت سيبت لعين ده فترة اطول شوية. بالزبط ما هو كويس. لا هي مش مش قللنا الاسمنت هو بس احنا سيبنا سيبنا الموضوع ودخلنا في البروستالاك هو نستخدمه على المستخدمه او الديسكاشة اللي عليها هي بس الفكرة كلها انت السمنت لو انت استخدمت الجيز تم الانتيبواتيك الوجين بيبقى مدة من اربع لستة اسابيع بعد اربع لستة اسابيع الاسمنت اللي انت حطيته ده هيبقى فورم بادي زي زي بالضبط المفصل ده كويس ففي الحالتين انت عندك فورم بادي ده غير مجرد ما بيقل الريد بتاع الالوجين بتاع الانتيبواتيك الاسمنت اللي بيبقى فورم بادي ممكن يبقى كورونايز ويعمل بايوفيلم فزي وزي المفصل ده فانو انت قبلت ان انت تحط جي ستم بيبقى ففروض بيبقاش عندك يعني اعتراضات كبيرة ان انت تحط البروستالاك دي اول حاجة الحاجة التانية ان انت في قصة البروستالاك لما احنا نتكلم عليه او المفصل اللي انت حطه انت عندك عين انفكتد انت ممكن تدخل تعمله فتشيل كل حاجة وتحط المفصل الريد فكسد عشان العين ده يقوم يتحرك عليه كويس بس لو العين ده بقري انفكتد تاني انت هتدخل تشيل مفصل الريد فانت المفصل الريد فكسد ده اكيد لازم يحصل فيه مشاكل هتلوس بوند هتعمل استيوتوميز هتستخدم رفيشان امبلانس يبقى انت تجرب بالعين ده مسافات هو مش محتاجة انت قررت في الاول انت خدتوا قرار بتو ستايج مشان نرجع نقلبه فالمفصل ده بحطو تلوس خلاص بقى سيبدا في القصة دي عشان ايه ما تضولش فيها لوس يعني انت بتحط الكب في ايدك وتحط حوالي الاسمنت وهو في ايدك وبعد كده يجب ان تبوشت من غير ما تعمل ومن غير ما تحط الاسمنت الاول وبتاخد الاسمنت في ايدك وبتحط عليه السمنت وبعد كده تلحطه في الفيمر وبتستنى قرب ما يكون قرب على وتحطه جوه الفيمر بحيس برضو ما يبقاش فيه الانتجريشا مع الانتجريشا مع الانتجريشا عشان برضو يبقى سهل الانتجريشا فده مفصل يسمح للعيان اني قومي هتحرق والفترة معينة يعني فترة مثلا لايه الشهرين اوتاد شهور اللي هي انترميديا ببيريوت دي وفي نفس الوقت ما ينفعش يتحرك عليها على طول ما ينفعش يسيبهوله لانده ده هيعبر له وممكن يحصله بربيستيك فراكشور ويحصله بينه كل حاجة تماما فهنالجي على الساكند 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 بس في نقطة ما خلطوه لا تبقى لكم هنا احنا قلنا لعنده رينالي امبيرد كريات سبعة على وشق انه يبقى يعمل تدايووش ده هو يعمل دالس يعني فعشان كده اختارنا هول سمنتد ريفيجن ماشي ده كيس وان نتحرك بسرعة بقى كيس 2 انت عندك في فيميل بسرعة 30 يرز اول في مدي ما عنداش اي كوم موربيلتس كان عندها بلاتر اي في اين هب في الصورة اللي باينة عندنا ويعمل سمنتل ستوتال هب من ثلاث أسابيه ودي الصورة البري بتاعتها ودي الصورة البوست البراتف برضو بعد المفصل قويس دوقتي جات بريزينتد بعد ثلاث أسابيه من العملية عندها في تندونس وعندها بين ديرين وعندها حوتنس وعندها سيرس دسيت شورج هنمانجه كيف دير بعد الغدية ترس داية أسابيه دير طبعا احنا الدير برضو هل هننروح العملات على طول ولا في حاجة تعطيط تأمروها ولا مفوض نعمل هي يعني المسحة نسحة بي ستارو سير بي نعمل كاشا ما نعملش اي رأيكم نعمل هي ها تدير فعيده يعني ونخلينا باش تفضل دوتو هم تمام نعمل 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 ده الكورونا القطع هي ميبينة ان احنا عندنا فيه كافيتوري ديفكت وفيه عندنا سوبيريور ديفكت تمام وديه الصورة الاكزيل اللي بتشوف فيها الانتيريو البوستيريو هلاقي برضو ان معظم ديفكت بتاعه كافيتوري محطة صغيرة سيجمينتال كده في البوستيريو وال بس يعني مين لي كافيتوري ديفكت اكتر ماشي ده الريفجن بتاعه اتعمل الوغرافت زي ما انتم شايفين في الجزء ده اتحط رنج مولا الرينج وتعمله سيمنتد كومبوننت انت طبعا حطيت رنج طبعا لازم تحط سيمنتد ما يفعلش تحط سيمنتد على رنج باش احط متل على متل هيمسكه ازاي فطالما فيه رنج تحطت يبقى انت خلاص لازم تحط سيمنتد كب وفضلنا سيمنتد استيم عشان الملتوب ريفيشن اللي هو كان عمله لا ما هو الاسمانت بيفصل اثنين بيفصل الرنج من الكب لك انت ما يفعلش تحط سيمنتد على الرنج اخر كيس بقى خالص بسرعة عشان نخلصها دي بسرعة هي دي معلش هي دي ما كنتش عاملها توتال هيب هي كيت عاملها هيمي ارثروبلاستي بس يعني اشيكت يعني قريبا من الفكه اللي احنا عطين كنا نعملها فهي برضو كفيميل بيشن سيكستي فايف ييرز اول عندها فريكشن نيك فيمر كارديك كيت عاملها تومس من 10 شهور عندها تشارجن سيناس بقى لها 3 4 شهور وجاية برضو بسيفير بين ودي الصورة بتاعتها اللي هي جات لك بيها دلوقتي بالتومسون هت تفكر تعمل ايه بسرعة بقى يا جماعة عشان بقى ايديها هم حد يرفع ايده كده يقول هنعمل ايه اه كانت او الدور اكتيبيتي تقدر تنزل تتحرك ده هي حاجات بسيطة تروح مثلا تزور اولادها وحاجات زي كده هم ها يا جماعة حد يرفع ايده يقول اي حاجة تفضل دكتور ماشي 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 عملنا الايه صارو سيارو بيتلو عاليين عملنا الكاتشور طلع انتروباكتر هايلي ريزيستان ما فيه غير للكوليستين والطيجي سايكلين الحاجتين اللي هم تراديشن او موجودين عندنا يعني وطيجي سايكلين ما فاش تاخده عشان هي في رين فهيكت مفوض الحاجة رحية فتاخدها كوليستين تمام دي اول حاجة فتريتمنت او اوشن احنا اتفقنا ان احنا هنحاول تو ستاج او دكتور بيول جوردل ستون مسلا هنارجي برضو الرأي بتاعه إذا فرادنا أننا نعمل من أثمانات نفس الطريقة وهنا نعمل أستياطمي. كيف تشيله أستياطمي؟ أنك تعمله ريمينج بالريمينج بالريمينج بتعديل الترلوكينج تيبيا مثلا. وتبدي تريم الأسمنت واحدة واحدة وتشيله بالأستياطم بالراحة لن تشيله كله من غير أن تعمل أستياطمي على استياطمي. فالمهم أنه تشيل كويس الحمد لله من غير مشاكل وحطينا برضو برستالات كفريستيج. فالعيانة دي خلت إنتيبيواتيكس لتو ويكس وبعد ذلك كانت قاعدة فيهم في المستشفى. وفكت الغراز بتايتها الواند كان اوكي وكننا بنسمح لها بارشل ويبيرينج. وأدت تو ويكس دستشارج جاءت لك بعدها بأسبوع في هيفي ووند دستشارج. نفكر نعمل إيه. ليه. إيه الفكرة. بالضبط لو هي عندها خمس وعشرين سنة. دي برايد مين قال دي برايد ميشي دي برايد مين يحبي دي برايد العيان لو جيه دلوقتي. دلوقتي نحن نحطين المنتهة الأسابية. ده للبيشانت دي ولا لو كان عندها خمس وعشرين سنة. ده للبيشانت دي. نعم. تمام. وفي حد لي رأي تاني. ده سري ستيج. ودكتور قال سري ستيج. أو جيردل ستون. دلوقتي هي في الفكرة في الأعيانة زي كده أن أنت لازم تكاونسل البيشانت. يعني أنت لازم تقعد مع أهلاء وتكلمهم. إن هي البيشانت هاي رسك فور سيرجي. فهم كل مرة بتدخل العملية هي بتكتب مرتنية كونسينت. وهي تقول لنا زي كان هم موافقين تدخل العملية. هتبتدي سري ستيج. يعني هتكسشينج. ده وتحاول من أول وجديد. ولا هديدهم أبشن. زي ما أنت قلتوا بالضبط كده ونشوف. هم كان قرارهم. تمام إنهم مش عاوزينها تدخل أكتر من مرة عشان خيافوا من هذا الموضوع. فده فعلا نتعامل وشلنا المفصل وفضلة. تمام. شكرا. شكرا. شكرا.